اشتركوا في القناة نعمل النهاردة اصحابي خبز الدار الخبز ده منتشر في المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب خبز سهل وسريع بدون حليب ولا يغرط ولا زبدة رهيب واه احلى حاجة كمان فيه ان هو في الخلاط ما بيحتاجش عجن ولا مجهود وشايفيني النتيجة تحفى اسفنجي مساماته رهيبة يلا خلونا نسمي باسم الله ونبدأ الوصفة سمينا باسم الله اصحابي اللي هم بيستخدموا السميد القمح الصلب اللي انا استخدمته قبل كده في المسمن حصلته مرتين في الكرفور وبعدين مش لقيته مرة تانية فهستخدم سميد الباسبوسة هناخد كبايتين من سميد الباسبوسة وهضيف عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية ومعلقة سكر معلقة كبيرة وهنزل بحوالي كوب ونص من المية وهنخلطه ضربه متقطع حتى كل المكونات تندمج في الخلط او تقدروا تحملوها بالهند بلندر ما فيش اي مشكلة برضو زي ما انتو شايفين القوان بقى كأنه حاجة كده كريمية توحفة جدا طيب انا بس بسهل على نفسي عشان عندي مشكلة في الظهر فبالتالي مش هقدر لقف فترة طويل عشان عجل اه تقدري بقى انا حطيت هنا حوالي اربع كوب ونص من الطحين اه جميع الاستخدامات تقدري في قلب اي طبق عندك و اه هنزل عليهم بخليط السميد اللي احنا اضفناه وهنزل بمعلقتين كبيرة من الزيت وهبدأ عجل اه انت لو عجل تبقى ديك هي العجل هتبقى سهلة جدا مش هتاخد اي وقت معاك في العجل ما بتحتاجش وقت يعني في العجل اه هنا بقى ملحوظة مهمة جدا في عجل الخبز اللي بنتدخل فيه السميد اللي مش عايز يستخدم السميد يقدر يمشي كل المكونات اه يعني يستبدلهم بكوب واحد من الطحين يبقى خمسة خمسة ونص من الطحين لكن صدقوني جرابيه بالسميد هش جدا وخفيف كده وتخفى صراحة طيب اه هنا بقى شايفين العجينة انا اضفت تقريبا كمان حوالي كوب الا ربع من المية طبعا نسبة السميد ونسبة الطحين بتختلف من مكان للمكان هنا عجينة اللي يكون فيها السميد لازم اه تكون خليها شايفة لسه بتلزق يعني مرقة شوية اهي فيها تلزيقة جمدة مش تلزيقة خفيفة طيب هو انا ليه ما اضفتش طحين ليه بقى لان السميد لسه هيتشرب السويل اللي في الخبز اللي حطناها اضفناها يعني للعجل فبالتالي هيتزبط القوام بتاعها هيكون فيها تلزيقة خفيفة بعد ما تخمر لكن لو انت اضفت الحين طحين العجينة يعني هتبقى متماسكة فلما تخمر ولسه السميد هيشرب السويل اللي في العجينة فهتلاقي الخبز يابس بعدين مش هيجيلك هش وخفيف فهي لازم تبقى شايفين اهو سبتها حتى تضاعف الحجم شايفين بقى ما شاء الله التخمير والعجينة السميد بعد ما كان فيها تلزيقة جمدة جدا بقت التلزيقة اللي هي المحتمرة العادي اللي نقدر نمسك فيها العجين ونتحكم فيها ليه لان السميد اتشرب لي كل السويل الزي ده بنبدأ على صنية الفرن حطيت عليها ورقة زبدة او تمسحيها بمسحة زيت وهبدأ نقرصهم بقى كراط حسب حجم الارغفة اللي تفضلوها عايزين تعملوها متوسطة صغيرة وكبيرة عايزة تعملي كل الكمية تكون خبزة كبيرة وتحطيها في بايركس او صنية كبيرة مقس تلاتين او اتنين وتلاتين برضو ممتاز يعني كل واحد بقى التشكيل ده حسب ما تحبوا تشكلوها اهو زي ما انتو شايفين شايفين اصلا العجينة من شاء الله راطبة جدا ويعني رهيبة بمعنى كلمة رهيبة بيبقى واضح شكل العجينة من من التخمير يعني اهم حاجة الملاحظة اللي قلتلكم عليها انها لازم يكون فيها تلزيقة جمدة ليه لانه لما ارتاحت واختمرت وضعف الحجم السميد شرب لي كل السوال الزايدة هنا بقى عندي عشان ننكه الخبز من الاعلى حبة البركة سمسم واللي هو الشمر اللي هم بيسموه الحبة الحلوة هنا اخدت صفار بيضة مع معلقة حليب وسنة فانيلا وخلطوهم وهبدأ ادهن بهم الخبز اللي ما يفضل البيض يقدر يدهن الخبز بالحليب اه ومعا معلقة صغيرة او ربع معلقة صغيرة من النسكة فيه عشان يدي لون بس ده بحلو وهنبدأ الخلطة بتاعة الحبوب اللي احنا حطناه هنزاين بيها وجه الخبز او زي ما انتوا شايفين رهيب لو سمحتوا جماعة حطوا اللايكات عشان يترفعوا الفيديو وشاروا الفيديو للأهل والاصحاب وكمنتات حلوة كده بقى وجزاكم الله خيرا بسكين لو انتوا حابين تعملوا فيها خطوط بس انا السكينة ما كانتش ماشية معايا قوي اهو يعني تقدر تعملي تلات فتحات تعمليها زي المربعات يعني حسب راحتكم مش عايزين تفتحوها خالص عادي برضو خلوها الخبزة جمدة بس هو مجرد عشان يدينا شكل يعني اشبه بشكل مخابز هنا اصحابي بقى لازم اغطيها اغطيها ببلاستيك واسبها حتى الخبز يعني حوالي 15 دقيقة او زي ما انتوا شايفين اهم حاجة في الخبز هو التخمير الاول والتخمير بعد التشكيل بيفرق جدا في نتيجة الخبز الناس اللي بتعيني ان الخبز بيجي معها تقيل مش خفيف وهسش وسفنجي بسبب انها بتستعجل في مدة التخمير لازم العجين ياخد راحته في انه يتخمر يتضاعف حجمه المرة الاولى وبعد التشكيل يتضاعف مرة تانية هنا بقى سخنت الفرن على اعلى حاجة الفرن لازم يبقى ساخن جدا واول ما هدخل الفرن في الرفل في الوسط هخفت درجة الحرارة على 200 كل واحد حسب قوط الفرن اللي عنده هشغل من اسفل واعلى حتى هنا بعد اول خمس دقايق شايفين بدأ ينتفخ اهو ما شاء الله يعني اخد حوالي 17 دقايق معي بالضبط حتى اخد اللون الدهب الحلو التحفة هخرجهم ونشوفكم مع بعض هنا اصحابي اهو الخبز بعد ما خرقته شايفين طبعا اللون بقى عايزين تغمقوا عايزين تفتحوا دي حسب حريتكم الشخصية تقدروا تتحكموا في اللون برحتكم هغطيه بس خمس دقايق كده عشان بخار الماء يطر لك الخبز وطبعا لسه ساخن انا ما اكملتش عليه عشان اخدم الفيديو اهو شايفين بقى الخبز هش جدا وخفيف واخد ما شاء الله تسوية تحفة ورحته بقى كانت قلبها البيت ورحت الحبوب اللي حطناها على على الوجه دي كانت عاملة شغلة يعني وريحة مع السخنية في الفرن كانت ما شاء الله رهيبة طبعا تقدروا تغمسه بيه جنب الاكل تفتحوه تعملوه صندويشات يعني للعشاء للغدا ينفع يتاكل مع كوباية شاي او كوباية حليب يعني غير طب يا عدين تشايفين والله ما شاء الله يعني ينافس المخابس كفاية انها حاجة نظيفة وغير مكلف على على الاطلاق يعني ما استخدمناش حليب ولا زبدة طبعا العايز يستبدل المية بالحليب او الزبادي اهو وديني فتحت لكم شايفين بقى المسامات من داخل قد ايه اسفنجيل ونقابيض فاتح يعني اتبقوا المأدير كلها اكتبالكم في صندوق الوصف ما تبخلوش علي باللايك والشير والاشتراك في القناة وشيروا الفيديوهات السلام عليكم